اخواتي الحاضرات اخواتي المشاهدات اخواني المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد ما تعرفتو في الحلاقات السابقة على مجموعة دي المواضيع اللي كتعلق بالمجال الصحي اليوم ان شاء الله غادي نتعرفو على واحد الموضوع اخر لعلاقة بمجال اخر مجال مهم ومهم جدا ومجالتي هم جميع فئات المجتمع وهو المجال البيئي ولكن قبل ما نبدأوا الدرس دينا انطلب منكم باش تلاحظوا معايا هاد الصورة اللي غا تظهر امامكم الان على الشاشة جيد اشنو كتلاحظوا في هاد الصورة فاطيمة تخضلي نعم تلاحظ السيارة غادية واللي ركب فيها ترمي الازباب في الشارع نعم جيد شكولي عندو شيء اضافة تفضلي مالكة نعم استادة هذا السائق ما تيحتار مش لبيئة وتيلوتها هاد الشي تيدل على اقل لوعي ديالهم جيد اذا هاد السلوك هو سلوك خاطئ فنظركم اش كان خصو يدير او شكاش اشنو كان عليه يدير تفضلي سامرة كان عليه جمع دكش اللي بغير مي ويقف حدا صندوق القومة ما وضعو فيه جيد صحيح باش نحافظو على النظافة ديالي بيئة ديالنا سواء في داخل المدينة او لا في خارج المدينة تيخصنا ضروري دائما اننا نضعو القومة ما في الاماكين الخاصة بيها جيد الان تقلو الصورة الموالية اذا انتبعوا معي شوفوا معي الصورة اللي غاد ظهر الان امامكم على الشاشة اشنو كانتلاحظو في هاد الصورة نوفيسا نعم استادة اللي كنلاحظو هو بان كان واحد الراجل غاد يشدني فوم الرائحة اللي كيشم ديال اسبال اللي كان منها في الصنادق وهو كان حتى في الارض جيد ارحمة تفضل ارحمة عندك شي اضافة نعم استادة تنشف العمارات اللي تيدل على حي ساكاني ومرمية في الازبال واللي تيدل بصحة الانسان جيد اذا قلت النفايات ش كنت تقول لي ما معنى النفايات ما معنى النفايات خديجة ما معنى النفايات اي حاجة كنتخلصوا منها نعم اذا النفايات هي المخلفات الغير مرغوب فيها واللي اصبحات غير صالحة للاستعمال واللي كتنتج على الانشيطة المنزلية انشيطة المعامل والمصانع النفايات هي ذيك الحاجات اللي تخلينا عليها وإلا خليناها بالقرب مننا غادي تشكل واحد الخطورة كبيرة على الصحة ديالنا وعلى بيئة كذلك ديالنا جيد اذا هاد النفايات ايش مليتة مليتة نجمعوها ايش نوتي يكون المصير ديالها جيد المصير ديال هاد النفايات مليتة تجمع ساميرا نعم سادة خلصنا نتخلصوا منها جيد بالفعل تخلصنا نتخلصوا منها ولكن تخلصنا نتخلصوا من هاد النفايات بوحد طريقة اللي هي صحيحة نتخلصوا منها بوحد طريقة اللي هي معقلنة نتخلصوا منها بوحد طريقة اللي هي سليمة وهذه الطريقة هي اللي كنسميها بعملية تدبير النفايات عملية تدبير النفايات إذا سمحت مالك عودي تدبير النفايات تدبير النفايات وهذا هو الموضوع ديال الحلقة ديالنا اليوم إذن شا كنت قولي ما معنى تدبير النفايات؟ عشن هي تدبير النفايات؟ نوفي ستفضلي؟ نعم أستاذة تدبير النفايات هو من اللي كان قومه بجمع النفايات كانت خلصة منها بطرق مختلفة نعم جيد إذن تدبير النفايات لمعنى دياله؟ تبعوا معي الله يردع لكم وركزوا معي فهذا الدرس لأنه مهم ومهم جدا تدبير النفايات تدبير النفايات هو أننا كان قومه بجمع هاد النفايات وكان ناخدها فين تندوها؟ تنقلوها وكانت ديوها الواحد لأماكن اللي هي خاصة بالنفايات كنسميوها بمطاريح النفايات مطاريح النفايات أعيدي سامرة؟ مطاريح النفايات جيد إذن مطاريح النفايات عشنو كنديرو هاد النفايات من اللي كنديوها المطاريح النفايات؟ هنا تتم المعالجة ديالها وتيتم تدبيرها ومن بعد تيتم توزيعها على مجموعة ديال المراكز مجموعة ديال المراكز اللي مختصة في كل نوع من الأنواع ديال هاد النفايات كما غادي نشوفوه في الحلقات المقبلة إن شاء الله جيد إذن باش نتعرفوا كتر على المعنى ديال النفايات تبعوا معايا هاد التعريف اللي غادي ظهر أمامكم الآن على الشاشة شا كنت تقرأ لنا؟ ها؟ فاطمة تفضلي تدبير النفايات الناتجة عن الأنشطة البشرية بصيفة عامة هو التخلص السليم منها عن طريق جمعها وفرزها ونقلها ومعالجتها وتدويرها جيد تعود لنا بكراءة ديال هاد التعريف ها؟ مشوا عنده فيصة تفضلي تدبير النفايات ناتجة ناتجة عن الأنشطة البشرية بصفة عامة هو التخلص السليم منها عن طريق جمعها وفرزها ونقلها ومعالجتها وتدويرها 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 وتدويريات المصطلحات كلهم إن شاء الله سنتعرفوا اليوم خلال هذه الحلقات اللي جاية اليوم الحلقات اللي جاية إن شاء الله إذن نفس المعنى اللي أقول لكم إذن تدبير النفايات هو أننا نقوم بجمع ديال هاد النفايات وكننا نقلوها الوحد الأماكن اللي خاصة بها هاد الأماكن تتسمى مطارح النفايات تم تتم تدبيرها بمعنى أننا تتفرز كل نوع بوحده ومن بعد تاتمشي المراكز باش يتم تدوير ديالها اللي غاد ينعرفوه كما قلت من بعد جيد الآن غاد ينتقلوا الوحد الوضعي اللي غاد ظهر أمامكم الآن على الشاشة تبعوا معي بعد يوم من الأشغال المنزلية الشاقة استعدادا للرحيل إلى منزل جديد جلست صفية تتأمل في أحد الصناديق المملوئة بقطع غيار لحاسوب قديم وهاتف محمول وخلاط كهربائي لم يعد قابلا للتشغيل وتتساءل في نفسها ماذا سأفعل بكل هذه النفايات هل هي خطيرة هل يصح أن أضعها في صندوق القمامة الخاص بالحي سؤال جيد غادي يمشوا لعند ساميرا وغنطلب منكم باش تركزوا معين عن النص بزيان لأنه غادي ينقشوا جيد ساميرا تفضلي نعم بعد يوم من الأشغال المنزلية الشاقة استعدادا للرحيل إلى منزل جديد نعم جلست صفية تتأمل في أحد الصناديق المملوئة بقطع غيار لحاسوب لحاسوب قديم وهاتف محمول جيد يكفي إلا سمحتش كل تابعنا القراءة شوان نفيسة تفضلي خلاط كهربائي لم يعد قابلا للتشغيل وتتساءل في نفسها ماذا سأفعل بكل هذه النفايات هل هي خطيرة هل يصح أن أضعها في صندوق القمامة الخاصة بالحي في صندوق القمامة أو شي بلا صغرة جيد جيدا إذا أنه سواضح تتحدث على سيدة صافية شرات بيت جديد الله يكمل عليها بالخير بغا ترحل بدأت جمعات حويزاتها حيدت المسائل ما محتاجة منهم بقا تتساءل واش هاد نفايات غانو ضعها في صندوق القمامة ولا ما غادش نوضعها في صندوق القمامة دا باش كنت تقول ليه اش من له ديا النفايات اللي عزلت سيدة صافية وحتى تو بدأت تتساءل واش ترمي في صندوق القمامة ولا ما ترمي فاطمة نعم سيدة صافية عندها أجزاء ديال الحاسوب قادم وهاتف محمول وخلط الكهربائي ومعرفة ش ش ندله واش ترميه ولا الله جيد اذا ما عرفة اش تدير بهاد النفايات سؤال سؤال واش يمكن سيدة صافية مالكة واش سيدة صافية يمكن ترمي هاد نفايات في صندوق القمامة نعم والسيدة غا ترميه حيث ما بقاش صلحة نعم غا ترميه حيث ما بقاش صلحة جيد قتلنا مالكة غا ترميها في صندوق ديال القمامة لأنها ما بقات صلحة اذا تبعين معي مالكة زياد جيد اذا هاد النفايات كتتعتبر من نفايات الالكترونية هاد النفايات كتتعتبر من نفايات الالكترونية وهي نفايات سامة بحيث ان هاد المواد اللي كتكون من هاد النفايات الالكترونية من اللي كتجمع وتتخلط مع بعضياتها كتكون لنا واحد المواد اللي هي جيد 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 سامة اذا بالتالي يا مالكة هاد النفايات الالكترونية لا يمكنها تقديلها في صندوق القمامة إذا ما رميها بصندوق القمامة يمكنها تقديلها ساميرا لا تقديلها في صندوق القمامة مع النفاية المنزلية ولكن تضعها بجانب صندوق القمامة لتكون معزولة جيد جدا لا تقديلها في صندوق القمامة لأنه dealing with one of little cost وعلى الصحة لنا إذا بالتالي تدير لها مثلا واحد صندوق القمامة بحيث أنه يسهل التخلص منها وهنا تتبلينا الأهمية لتدبير النفايات بحيث أننا نقوم بالفرز لأنواع هذه النفايات جيد قلنا لدينا النفايات الإلكترونية وش نفاياتها غير نوع واحد؟ نفسها لا أستاذة من خلال هذا الشيء اللي شفنا النفايات فيها بزاف ديال الأنواع جيد إذن النفايات هي بزاف ديال الأنواع شكلي تقول لنا شيء نوع آخر من أنواع النفايات شكلي عارفة شيء نوع آخر من غير نفايات الإلكترونية اللي تحدثنا عليها زيد فاطمة كانت الزيوت اللي كانت تستعملوها بعد كان نرميوها جيد هذا الزيوت كانت سميوها بالنفايات السائلة النفايات السائلة وكتشكل كذلك واحد الخطورة على صحاً ديالنا شكلي عندها شيء إضافة آخر شكلي عارفة شيء آخر من أنواع النفايات ساميرا نعم أستاذة كانت النفايات المنزلية وكانت المعامل والمصانع جيد النفايات المنزلية هذه النفايات المنزلية حتى هي كتنقسم الجوج للأنواع كانت النفايات العضوية والنفايات الغير العضوية ما معنى النفايات العضوية؟ النفايات العضوية هي اللي تتكون قابلة للتخمر تتختمر بحل مثلا البقية ديال الطعام بحل مخلفة ديال حدائق بحل مخلفة ديال الغابة مثلا من اللي تنقول قابلة للتخمر مثلا من اللي تنخلوا شي شو يد البقية ديال الطعم مثلا في المطبخ ديالنا في طويجين ديالنا ولا دا من اللي تدوز واحد المودة شنو تلقاو واحد المجموعة اذا ذاك الاكل تخمر ذاك شاش تنقوله قابلة للتخمر هذي نفايات العضوية وكينان نفايات الغير العضوية وهي النفايات الصلبة بحاله بحال مثلا الأتواب بحال الملابس بحال الزجاج بحال كذلك يعني الخاشب يعني المواد اللي هي صلبة شكول اللي عنده شي إضافة हتى الزجاج والعلب الألمنيوم من النفايات صلبة جيد جدا إذا حتى هي كذلك من النفايات الصلبة والنفايات العضوية شكول اللي عنده شي نوع آخر من أنواع النفايات نفCheck عندك سينوع؟ نعم أستاذا وكين حتى الدخال اللي كيخرج من المعامل والمصانع جيد الدخال اللي تخرج من المصانع أو كينبعت من المصانع والمعامل هذا كيتم بنفايات الغازية ويديك الغازات اللي كتنبعت من المصانع ومن المعامل ومن وسائل نقل أحتية عنده واحد ضرر اللي هو كبير على صحة دينا كتسبب لنا في تلوث ديال الهواء اللي غادي نشوفه الأرضرار دياله الكتيرة زيد إذن لا شك أن هذه الأنواع كلها اللي شفنا ديال النفايات لابدأ أن تكون لها واحد لخطورة كبيرة على الصحة دينا وعلى بيئة دينا لكل تعرف بأن النفايات ترى فيها واحد ضرر اللي هو كبير شكو تقولي شي خطر من الأخطار ديال النفايات مشي سامرة نعم النفايات كتلوث الهواء وكتسبب لنا في رائحة كريهة كي مش في نفس الصورة وتتحرم المواطنين من حقهون في العيش الكريم جيد إذن تلوث الهواء كي يدي التساقط الأمطار الملواتة تلوث الهواء كي يدي التساقط ما يعرف بالأمطار الحامضية تنقولوا سبحان الله صبتش تمسخة قاعد الحواج اللي كانوا منشورين كلهم منقتن بالغبار هذه هي الأمطار الملواتة أو الأمطار الحامضية هذه الأمطار الحامضية عندها واحدة أضرار كبيرة على الصحة دينا وعلى الصحة دينا وعلى الصحة دينا الحيوانات معا ما استذابت نسولك شنو هو احتباس الحراري جيد الاحتباس الحراري هو ارتفاع درجة حرارة الأرض تلوث الهواء هو السبب في الارتفاع ديال درجة حرارة الأرض وهو اللي كان سميه بالاحتباس الحراري فاطمة عندك شيء إضافة؟ نعم تلوث النفايات عندها عندها مخاطير كثيرة على صحتنا حيث فيها تتكتر الميكروبات اللي تتسبب أمراض الجلدية والحساسية وغيرها من الأمراض جيد ودبا لاحظوا معايا هاد الصورة اللي غدهر أمامكم الآن على الشاشة إذن شنو كتلاحظوا في هاد الصورة؟ نفيسا شنو كتلاحظوا في هاد الصورة؟ نعم أستاذا كتلاحظ الأزبال مجموعة في شبلاصة ووحدها الماء جيد جدا إذن هذا كتلاحظوا في الصورة مطرح من المطارح ديالنفاية ولكن هاد المطرح كما تيب لنا هو مطرح عشوائي بمعنى أنه بلا رقابة ممتوفرينش فيه أو لممجهز بوحد طريقة صحيحة اللي تتوفر فيه الشورط الصحية اللي ما تتأثر لنا على الصحاء ديالنه إذن لكل تيعرف بأن هاد النفايات ماللي كتلاحظوا عندها واحد نسبة ديال الرطوبة جيد عالية ونخلط ديال الأنواع ديالها لين نفاية مثل المنزلية والطبية والصناعية لين نفاية كي ديال تسريع ديال مجموعة ديال الميكروبات كيدي الانتشار مجموعة ديال الفيروسات وانتشار مادة وحدي مادة اللي هي خطيرة وخطيرة جداً هي مادة الليكسيفيا مال معنى الإلكسيفيا الليكسيفيا هي كما تتلاحظوا في الصورة كين واحد الماء ذاكلي مال يتلقى وحدة الصندوق ديال القمامات يخرج من القمامة ولكي اسمه تتمئي أليكسيفيا هذه المادة مادة خطيرة وخطيرة جدا بحيث أننا ملعقة صغيرة من المادة ديالليكسيفيا تلقوا فيها أكثر من مليار ديال الميكروبات والفيروسات جيد شكو اللي عنده شيء إضافة فاطمة نعم تنلاحظوا بعض الناس سيعيشوا قرب المطاريح نفايات المنزلية وكيقلبوا فيها وهذا شيء خطار عليهم وعلى ولداتهم جيد للأسف تلقى واحد المجموعة ديال المواطنين تلقوا بالقرب من دوك النفايات العشوائية تيبحثوا تيقلبوا على واحد المجموعة ديال المسائل اللي تيحاولوا يعودوا يستخدموها ولا تيعودوا فيها البيع ولا تيستخدموها المهم واللي كارتوا أكثر من هذا وأننا نجدوا واحد المجموعة ديال القطعان القطعان ديال الغنام والقطعان ديال البقار تيكلوا لنا من دوك النفايات وانتما تتعرفوا الخطورة ديال هاد الشيء على الصحة ديالنا في نظركم ايشن هو الحل ايشن هو الحل باش نحدوا من هاد الخطورة ديال النفايات دابا عرفتو الخطورة ديال هاد النفايات لأي درجة وصلات تتأثر على الصحة ديالنا كتأثر لنا على البيئة ديالنا كتأثر لنا على المحيط ايشن هو الحل في نظركم باش نحدوا ونقفوا هاد المخاتر ماذا تقول لديها شيء حل؟ ماذا تقول لديها رحمة؟ نعم؟ نحاول نفكر ونقلل من النفاية وآخرين رأنا بأن الدولة قلت من أكياس البلاستيك الأكياس البلاستيك لديها دور كبير في تلوات البيئة هذه الأكياس البلاستيك لديها دور كبير في تلوات البيئة لتحلل 400 سنة لتحلل كبير في الطبيعة لتحلل 400 سنة لتحلل 400 سنة سوف تقول لدي لا تحلل كبير في الطبيعة سوف نحرقها سوف نحرقهم الحرق الأكياس تكون سبباً تنتج لنا عليه واحد الغازات التي هي جيد سامة هذه الغازات التي تلوات لنا الهواء والتي تسبب لنا كما قلت في الأمراض التنفسية والتي تؤدي لنا الاحتباس الحراري والتي تؤدي لنا المجموعة المخاطر الأخرى سوف تقول لي ما غرميها في الطبيعة ما سوف نحرقها عندي حل آخر ما هو؟ سوف نشدوها و ندفنوها في باطل الأرض نحفروا حفرة كبيرة و ندفنوها و نغطيوها كذلك نستعمل هذه الطريقة تلوت لنا المياه الجوفية وإذا تلوتت المياه الجوفية تلوتت المياه الشرب وإذا تلوتت المياه الشرب أنتو ما عرفين النتيجة أضرار صحية أضرار صحية علينا جميع كذلك إذا قلنا ما غادش نرميوها أو ندفنوها في الباطن دي الأرض سوف ندفنوها و ندفنوها و ندفنوها في أعالي البحر و المحيطات إذا قلنا هذه الطريقة تنقل تتدمر الحياة البحرية تقضي لنا على الأسماء و على الكائنات الحية الموجودة في القاعدة البحر هذا هو السبب لجعل الدولة باستحار بهذا النوع من النفايات إذا عندو واحد الخطر اللي هو كبير و كبير جدا على الصحة دينا و على البيئة دينا و السلامة دينا المواطنين ككل إذا هذه الخطوة اللي دارتها الدولة هي خطوة مهمة و مهمة جدا في تقليل من هذه النفايات البلاستيكية اللي عرفتو الخطورة دينا عندك شيء إضافة شكول عندو شيء إضافة فاطمة عندك شيء إضافة نعم تدبير النفايات البلاستيكية يمكننا أننا نعودو نستخدموها في حوالي شخرين بحالة صناعة الورد و لن نصنعو منها السكان الصغار و السكان ديال السكان كبار ديال السفار نعم وهذا هو اللي كنتسميه بالتدوير نتبهوا معي كين التدبير و كين التدوير غادي نشوفو عشن هو الفرق بين التدوير و التدبير التدوير هو اللي قالتو فاطمة أننا كان ناخدو ديال النفايات و نحاولو نعودو نستخدموها من جديد و نتافعو بها بواحد شكل اللي ما يكونش فيه الضارة على صحة ديالنا دا باش كوني تقول لي أشن هو الفرق بين التدوير و التدبير نوفيسا ما الفرق بين التدوير و التدبير نعم أستاذا التدبير هو يعني مني كان نصرفو جميل أنواع ديال النفايات بحال مني كان نعزلوها و نجمعوها و ننقلوها و نعالجوها بطريقة سليمة جيد و التدوير هو مني كان ناخدو أحد الأنواع ديال النفايات اللي هي صالحة باش نعاود و نستخدموها من بات جيد جدا إذا نتبعو معي الله أريد عليكم تدبير النفايات هي اللي قلنا في بداية ديال الحصة قلنا كنجمعو ديال النفايات كننقلوها تنديوها المطارح النفايات باش يتم تدبيرها بمعنى أننا كنفرزوها هاد الأنواع ديال النفايات كان نعزلوها كل نوع بوحده الزجاج بوحده الخشب بوحده الورق بوحده إلى غير ذلك ثم بعد ذلك اشنو تنديلو لهاد النفايات بعد ما تنقوموا بتدبير ديالها بتدبير تنقلوها مرة أخرى كننزلو كل نوع وكننطلوها المصانع اللي مختصة به المعمل اللي مختص بالزجاج تنديولو الزجاج المصناع اللي مختص بالورق تنديولو الورق وهكذا علاش؟ أننا بهذا العملية تنقوموا بتدوير ديال النفايات بمعنى أن ذاك المعمل تيعاودي استعمالها من جديد وطي يعطي لها واحد القيمة وتتصبح صالحة للاستعمال مرة تانية ولكن بوحد الشكل اللي هو ما تيأثر لنا على الصحة ديالنا زيد تبا غادي نجمعوا هذا الكلام الجميل اللي قلته تبارك الله وهذه المعلومات اللي قلته حول النفايات غادي نجمعوا فعض الأفكار اللي غا تظهر الآن أمامكم على الشاشة إذن شا كنت قرأ لنا الفكرة الأولى تفضلي مالكا النفايات تسبب أضرارا خطيرة على الصحة الإنسان والحيوان والنباث والطربة جيد جدا شا كنت قرأ لنا الخطر الثاني ديال النفايات تفضلي فاطمة كثرة أنواع النفايات وخطورتها تفرض حسن التدبير لها جيد والآن نمشي لفكرة الثالثة شا كنت قرأ لنا تفضلي نفسها حسن تدبير النفايات يحافظ على البيئة وعلى سلامة المواطنين جيد جدا إذن هكذا نمشي دابا الآن لواحد النشاط التطبيقي اللي غادي نمي وبالمعارف ديالنا وغادي نتبتو بالتعلمات والمكتسبات ديالنا في هذا الموضوع إذن هذا النشاط تطبيقي تقول تدبير النفايات يخفف منا التقليل من إنتاج النفايات أستغني عن الأكياس البلاستيكية جيد وعندنا وحدة المجموعة ديال العبارات في الأعلى اللي هي التي تهدد حياتي وتلوث محيطي أفضل طريقة للتخلص منها وكالعبارة الثالثة الآثار السلبية على البيئة والصحة والمظهر العام جيد إذن شكنت عاود تقرأ لنا هذا النشاط تفضلي فاطمة ممكن تقرأ لنا من الأعلى التي تهدد حياتي وتلوث محيطي أفضل طريقة لتخلص منها الآثار السلبية على البيئة والصحة ومظهر العام جيد شكنت قرأ لنا الباقي يستخدمي ساميرا تدبير النفايات يخفف مين 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 لعبارة هم المكتوبين باللون الأحمر في الأعلى إذن نبدأ بالعبارة الأولى وشكن تعطينا العبارة المناسبة لها فاطمة تفضلي تدبير النفايات يخفف مين الآثار السلبية على البيئة والصحة والمظهر العام جيد جدا إذن نزلق العبارة المكالمناسب لها جيد إذن تدبير النفايات يخفف من الآثار السلبية على البيئة والصحة والمظهر العام فعلا هذا الشيء اللي قلنا بأن تدبير النفايات يحفظ لنا على البيئة جيد نمشو العبارة الثانية يال سكن سكن تملئ لنا الفراغ بالكلمة المناسبة مش تعطينا جملة مفيدة نفيسة التقليل من إنتاج النفايات أفضل طريقة للتخلص منها جيد وغادي نبطو العبارة المناسبة لما كان المناسب فعلا تقليمي إنتاج النفايات أفضل طريقة للتخلص منها من اللي نقصنا من حيئة النفايات البلاستيكية بالتالي راتا نكونوا نقصنا من النفايات جيد نمشو العبارة الأخيرة جيد ساميرا أستغني عن الأكياس البلاستيكية التي تهدد حياتي وثلوث محيطي إذن غادي نبطو العبارة لما كان المناسب ديالها جيد إذا الأكياس البلاستيكية بالفعل عندها واحد ضرار كبير تهدد الحياة ديالنا كما قلنا قبل قليل جيد إذن هكذا نكونوا كمنا لإنجاز ديال النشاط التطبيقية ديالنا في الحلقة المقبلة إن شاء الله غادي نزيده نغني التعلومات ديالنا والمكتسبات ديالنا بالمزيد من الأفكار ومزيد من المعلومات إلى ذلك الحين أستودعكم الله وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة